انتهاكات في سجل الشركات البريطاني كشفها تحقيق لوكالة رويترز بانفجار مرفأ بيروت سافارو الشركة المرتبطة بشحنة نيترات الأمونيوم مسجلة في بريطانيا ولكن خلافاً للقانون البريطاني لم تفسح عن مالكها مارغريت هوج مشارعة بريطانية وصفت عدم تسجيل مالك سافارو الحقيقي في سجل الشركات بالشائن تم تسجيل معلومات خاطئة وعلى المملكة المتحدة التحقيق بالأمر وفقاً لهوج وفي سياق نفسه جون مان عضو في مجلس الأعيان البريطاني سبق وحقق في استخدام شركات مسجلة في بريطانيا في أعمال غير مشروعة قال أن هذه القضية تظهر ضرورة إنفاذ القوانين بشكل أكثر حزماً وأشار إلى أن سهولة استغلال نظام تسجيل الشركات صادم ويضر بسمعة المملكة المتحدة ودعا كل منها جوامان وزارة الأعمال البريطانية إلى التحقيق بانتهاك قوانين الإفصاح مارينا سيلو هي المذكورة على أنها ملكة سافارو ومديرتها الوحيدة إلا أنها تعمل كوكيل بالأصالة عن مالك آخر لا يمكنها الكشف عن هويته وفقاً لما قالته لرويترز وأنكرت سيلو أي علاقة للشركة بشحنة النترات الشركة المذكورة لم تقم بأي نشاط أو تجارة لأن المشروع الذي أنشئت من أجله لم يتحقق بحزب سيلو بدون أن تعطي معلومات إضافية عن مشروع الشركة الأساسي ترجمة نانسي قنقر